معنا على التليفون دكتور رائد أبو بدوية أستاذ القانون والعلاقات الدولية أهلا بك دكتور رائد أهلا وسهلا بك أهلا بك دكتور رائد دكتور رائد يعني لعلنا نتساءل قليلا عن العشر دول التي أبدت اعتراضها على وقف إطلاق النار ويعني المزيع اللي هو شخصي المتواضع يستسمحك بأنه يعني تساءل أي شرف يسمح بذلك يعني يا أخي الكريم منظومة حقوق الإنسان والتغني بحقوق الإنسان اللي نادى فيها الغرب عموما واللي صلوا عقود بنادي فيها وينظر فيها على الدول العالم الثالث إنجاز التعبير وعلى العالم غير الأوروبي وغير الأمريكي هذه المنظومة يعني تعرضت الامتحان واضح أن هذا الامتحان قاسي مع الأتداء الإسرائيلي على أكتر غزي كل المنظومة الأوروبية تكريبا ومنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي كلها تعرضت لهذا الامتحان وأمام هذا الامتحان فاشلت فاشلت بسبب بسيط أنه مصالح الدول الغربية والمصالح الأمريكية هي يعني مع وجود هذا الكيان الإسرائيلي ولما شعرت كلها في تهديد وجودي لهذا الكيان ضحت بكل هذه المنظومة ضحت في حقوق الإنسان وضحت في حتى القانون الدولي وضحت في أشياء كثيرة كانت تنظر فيها تابقا من أجل مصالحها وسيست هذه المفاهيم الإنسانية سيستها من أجل الدفاع عن هذه المستعمرة الغربية الموجودة في الشرق الأوسط وبالتالي لا أعتقد أنه هذه المنظومة الغربية والأمريكية ستتمكن لاحقا من حتى التنظير على الآخرين بهذه المفاهيم وهذه القيم التي حاولت تنشرها أنا ليس ضد حقوق الإنسان كمفاهيم الإنسانية بالعكس ولكن أنا ضد تسييطها وضد استخدامها لمصالح الدول وضد أيضا التعامل فيها مع الدول الأخرى والشعوب الأخرى في معايير متزوجة وهذا اللي كان واضح من خلال الدعم الغربي الواضح المخجل حقا للكيان الإسرائيلي في ارتكاب وجرائم في قطاع غزة تعزلت الجرائم في قطاع غزة هناك جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية هناك حتى جريمة إبادة جماعية في تسعة الشهر تسعة ديسمبر كان يحتفل العالم بالذكرى السنوية لمنع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها وفي عشرة ديسمبر كان يحتفل العالم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبنفس الوقت لم تتمكن هذه المنظومة الأمم المتحدة كافة في كل المجتمع الدولي لم يتمكن من تمرير قرار في مجلس الأمن من أجل وقف هذا العدوان ووقف هذه الجرائم ورغم أن هذه الجرائم ترتكب أمام عينه للأسف الشديد أنا أعتقد بجوز أجل وقت وحان الوقت أن تخرج أصوات دولية متعددة عربية وإسلامية وحتى بالتعاون مع الصين وروسيا وغيره من أجل إعادة هيكلة هذه المنظومة التي فيها أصلا خلل في تشكيلتها وتوازنها بحيث أنه تمنح خمس أعباء من العالم خمس دول من العالم حق الفيتو وتمنح هذه السطوة والسيطرة على كافة المنظومة وعلى أرجال المعمورة ما هي الوجاهة دكتور رائد من وجهة نظرك كأستاذ القانون والعلاقات الدولية ما هي الوجاهة من وراء وجود هذه المنظمة الأممية التي لا تملك صفة الإلزام في قراراتها حتى جويترش لما قرر أنه يستخدم المادة 99 في النهاية هي أقوى أدواته وأيضا غير ملزمة يعني حضرتك تعرف المستمعين بيعرف أن هذه المنظومة كانت هي من مخرجات الحرب العالمية الثانية يعني هي مثلة موازين القوى المنتصرة في الحرب العالمية وفي وقته ممكن كانت فعلا تشكل إنعكات لهذه المنظومة تلك الموجودة في هذا الوقت ولكن للأسف الشديد مع الوقت أصبحت تعكس نظرة لبرالية غربية رأسمالية وتعكس أدوات أداة للسيطرة على العالم الآخر غير الرأسمالي خاصة تعرف مع انتهاء الثنائية القطبية وانتهاء الاتحاد السوفيتي وأصبح العالم اليوم أحد القطب وأمريكا هي شرط العالم وبالتالي أعتقد هذه المنظومة في ظل هذه الأحدية القطبية في العالم أصبحت عاجزة وستظل عاجزة عن مناصرة ونصرة المظلوم في العالم وللأسف الشديد يعني هذه المنظومة حتى كانت ستظل عاجزة طالما أنه في أحد أطراف هذا الصراع هو قوة دولية عظمى أو حليف لقوة دولية عظمى وفي هذه الحالة هي إسرائيل أنا لا أعتقد إسرائيل من الخمسة وأربعين لليوم كحليف أمريكا هي دائما تقدر نفسها فوق القانون ولا تمرر أي قطر دولة هناك قرارات عديدة بالعشرات بل من المئات من القرارات الدولية صدرت في حقها سواء من مجلس الأمن حتى مجلس الأمن في قرار 242 اللي صدرت في 67 والتي يطالبها بالإنسحاب من الأراضي الفلسطيني المحتلة لم تطبقوا وهناك مئات وألاف الكرارات من الجمعية العامة صدرت بحق إسرائيل نصرة لحقوق الشعب الفلسطيني وللأسف الشديد إسرائيل ترى نفسها فوق هذه المنظومة فوق القانون وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني زي ما حكيت لك قبل شوائي هذه المنظومة محتاجة لتعديل وإصلاح إصلاح في هيكلتها إصلاح في إنعكاس لموازين كوة جديدة في العالم حتى تحقق أهدافها في تحقيق السلام والأمن الدولي اللي المطلوب منها أطلا صحيح أنا بشكورك جدا جدا دكتور رائد أبو بدوية أستاذ القانون والعلاقات الدولي